كومنت الجميل اللي عجبني كومنت حسسني أنا بقى كما جد إمامنا ماشي على الوية صح حسسني فيه ناس تستاهل حسسني فيه طلبة تستاهل حسسني فيه بنا قدمين بجدة تستاهل النصيحة والتعب وبعد مرمطة يوم والتصوير بدل ما روح ارتاح أعود عافر تاني وانصحك لله ولنفسك أنك تغير من نفسك الأحسن كنت بقول دايما أن أشد حيلك وما تزعلش وأهم حاجة تعمل عليك وأهم حاجة أن ربنا يكون راضي عنك وراضي عن نفسك بحاولة أطبطب عليكو شوية اتصادمت أو اتفاجئت أو حبيت الكمين ده إحنا مش ضعاف يا جيو إيمان بربنا قوي وراضيين بكل حاجة تحصل وتيجي طالما ربنا اللي اخترها تبقى الخير أنا مش عارف ميني اليوزر ده بس أين كان ولد أو بنت أنا جيت أصبره وصبرني أنا جيت أطمينه وطميني إحنا جدعان إحنا وراك بفضل ربنا أولاد وبنات لرجالة ورجالة هنا مش معناها رجالة وانا بعتلق رجالة معناها بالقوة بالصلابة بالمعافرة مش امتحان سنوي يا عم يا جيو اللي هفقد نصيقاتنا في ربنا سبحانه وتعالى الله انت فعلا مش امتحان اللي هيقولك انت كويس ولا مش كويس مش ورقة اللي هتحدد مصيرك ولا هتحدد روحك ولا هتحدد إمكانياتك أنا على فكرة أنا يعني كان في مواد كتير ما بحباش ذال رياضة عليا النعم وكتب بطيقة والحد دلوقت ما بطيقة قلر الانتين في اتنين بكل كما بسبعة مش قصصتنا ولكن ان فضل ربنا مهر في حاجاتهم كثيرة بقعاندي لبقى بعرف اقبون دم القمر عند مازة ثانية بعرف اقادل اعمال عندي بيزنس تاني غير التدريس مش قصتنا كل تفاصيل ما تخشش في حياتي يعني انا مش عايزك نلطف حياة شخصية بس انا بقى ايه بقى انا كنت مش وحش في حاجة وكنت وحش في حاجة بس حلو في حاجاتهم كثيرة انت وحش في حاجة بحلو في حاجات تانية كثيرة فمش ورقة امتحان اخر السنة لتحدد شخصيتك تحدد مستقبلك شوية اه بس رزقك كده كده جاي في اي مستقبل و اي كلية طالما اكتهت افهم رزقك وعود ربنا جاي جاي طالما عملت اللي عليك ركز لكن مش دي اللي هتحددك كبنى ادم ليك ايمة ولا ملكش ايمة انت ربنا خلقك ببليك ايمة مش ورقة امتحان اخر السنة لتحد ايمتك بس دي ما تاخده ليش يا باشا وحاجة ان انا مذاكرش ان انا معملش اللي علي كده كده مش ايمة يعني مثلا استيف جوبز بتاع قبل ده ما كملش تعليمه هم كمان انا كمان زي وجاملتني طب ملايين الناس كملت عليهم وخدوا مصدر وخدوا دكتوراه وانجاح ما تمسكش في كلمة ان مش الجامعة اهم حاجة جامعة اهم حاجة ومهمة وكل حاجة بس تعمل عليك فيه وبعد كده ليجيبه ربنا تماما مش امتحان في في السنوية يا عامة ليحدد ايمتنا او شخصيتنا اي سيكاتنا في ربنا اكبر من امتحان سنوية عامة يا جيو والسنة صعبة والسنة الصعبة يا فعلا صعبة يعني مش احنا جامدين تنين وبنكابر ما تتغشمش ما تتبهاش غشيل ما تخش بسدرك اعترف وتحدى وعافر اعترفة السنة فعلا صعبة دي هتعدي والله اللي نفسه طويل هو اللي هيوصل فحل النفس طويل هو يا صنوية عامة يعني استمرها ليه سنوية عامة يعني صبر الحياة عموما استمر له صبر النجاح مع فرق تقوم وتقع وتقوم وتقع 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 وتكمل وتوصل النفس طويل هو اللي هيوصل عشان كده احنا ان شاء الله عندنا صبر طويل وجميل انا الكومنت ده اشك في الجلبي والله العظيم الكومنت ده وحاجات تاني كتير بشوفها لكم بس مش قادر عارضها كلها بس يمكن من دام اكتر الحاجات اللي سبتتني انا بعمل حاجة صحة سبتني فينا استستاهدو استيدو انها في ناس بتفهد انا بقولي يا يااصلا بخدتي من دا بسرعة ان انا فعلا ممعترفش ان انا انا industri ضعيف ان في ناس بتحافظة خدتي فعلا ان مش سنة كرة عامة التي تحكم في أم ايتك شخص خدتي من دا فعلا ان السنة فعلا صعبة وانا بعترف ان الظروف صعبة ولانها تاية reading recommence يا اذا عاد يا باشا، انت إنسان عاايت، فبخايتك عادي بس يطلع مفيش حاد شاف دموعه، بس صغيرة بل عايت، كلها بل عاية، عادي، ما تكبرش، ما باش غشيم، لا عادي، السنة الصعبة ده هتعدي والله، اللي نفس طويل هو اللي بوصل، وإن شاء الله عندنا حسن ستظن في ربنا، اللي نفس طويل هو اللي بيعافل، اللي نفس طويل اللي بطلع السنة ده وفي حياته كلها راضي عن نفسه وربنا راضي عنه النجاح بجد مش انك توصل لحاجة انت عايزة نجاح بجد انك توصل انك راضي عن نفسك وربنا راضي عنك انا كده عملت اللي عليك اجي في يوم واقول ليس في الامكان ابتع مما كان انا تعاملت مع ظروف ايا كانت وفي الاخر يا باشا كله رايح وكلنا هنموت الله لما تقبل ربنا سبحة تعالى يبا انت عاملت اللي ليه قد ما تقدر اكتهدت في الاعبادة وكان عندك حزنة في ربنا على قد ما تقدر بتحول تكون انسان صحي وكويس على القد ما تقدر مش هوميو انت فيين مش هومي ایا مكانك في ايه مش هومي مساكن فين مش هومي لابس ايه مش هومي مستقبلك في ايه مش هومي احدثك في ايه مش هوميو اللي حاولك ايه المهم انت بتعمل في حياتك ايه لمطلوب انك على قد ما تقدر فيك الخير ومتوقع ربنا ويتعافر بس ربنا يا رضيك اي رضيك ربنا يستر Weise ملك وسعد قلبك وحق حلمك ويفرج همك ورزقك عوض الدنيا كله وخير الدنيا كله وركز في الحاجات الحلول في حياتك وركز في الحاجات الحلول في تفاصيلك وعيش حياتك ما تعيش حياة غيرك أنت بطل قصتك وقصتك لم تنتهي بعد نشوفكم على خير سلام